السلام عليكم ورحمة الله كيفكن حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير اليوم يا حبايبي بعد ان شاء الله رح نعمل مع بعض الشيشة ومشوي بالفرن بتتبيلة روعة ومكونات بسيطة وشهية ومتوفرة بكل بيت رح تخليكن تستغنوا انه تاكلوا بالمطاعم او تطلبوا من المحلات ورح يطلع نكهته اطيب من المشوي كمان على الفحم خلونا نروح على المآدير وطريقة التحضير بعد ما نسمي باسم الله الرحمن الرحيم معانا يا حباي بقلبي كيلو صدر دجاج منغسله بالمي والملح منيح وبعدين منصفيه منقطعه لمكعبات وسط مثل مشايفين هذا الحجم اللي بدنا اياه ومعانا كمان اعواد خشبية هدول رح نستخدمهم للشوي لازم نتركن ليلي كاملة بالمي او قبل بثلاث ساعات مننقعهم بالمي او نتركهم بالمي عشان ما ينحرقوا معنا بالفرن ومعانا ربع كوب لبان ومعانا ربع كوب كمان زيت زيتون ومعانا اربع بصلات حجم وسط بارشتون ناعم ومعانا كمان نص معلقة كاري بنصحكم لا تكتروا منه لانه بتقلب الطعمة لطعمة الابهارات الكبسة وكمان معانا عصير الليمون تقريبا بدنا ربع كوب بس انا اكتفيت بها الكمية وكمان معانا توم تقريبا ست حبات حجم منيح بارشتون ناعم اللي متوفر عنده بصل جافوا توم بودر كمان يستخدمون عندي بابريكا تقريبا معلقة صغيرة عندي خل معلقتين كبار خل ابيض وعندي معجون الدباس او معجون الفلفلة بس مو حار يكون معلقة ونص كبار معاي فلفلة جافة بس كمان مو حرقة تكون ومعاي هيل معلقة الطعم كمان ومعنا صوص الصوية معلقتين ومعانا فلفل اسمر نص معلقة صغيرة ومعانا هيل معاي زنجبيل مطحون مطحون يعني جاف معلقة كمان كبيرة ومعانا ملح معلقة ومعانا كان كزبرة جافة معلقة الطعام ومعانا هيد الخضرة اللي شايفينا خضرة مشكلة ومع بندورة وبصل هي فلفلة ملونة حمرة وخضرة وصفرة حبة 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 وفيكم نضيفوا اي خضرة انتو بتحبوها هلا رح نتبه للزورة الشيش رح نحط كل المكونات اللي ذكرتها ونخلطن مع بعض وتقريبا مثل هيك هلا منغطيهم ومنحطهم بالبراد ثلاث ساعات تحتى يشربوا من الطعمة يعني ويكون طلعت نكهتهم رح اتركهم ثلاث ساعات بالبراد وارجع بعدين اشتغل فيهم هلا رح نتبه للخضرة اللي شفتوها ملح حنحط وزيت زيتون معلقة ملح صغيرة وفلفل اسمر معلقة صغيرة وزيت زيتون يعني شي ثلاث معالي ورح نخلطن مع بعض هلا انا هيك صارت عندي التتبيلة جاهزة تعيتي الشيش طاوق والخضرة جاهزة ورح بلش شكون بسياخ الشوي منحط اول شي الخضرة بعدين من نزل صدر الدجاج او الشيش ومنحط الالوان اللي بتعجبنا او اللي بتحبوها انتو فليفلي بصلاي بندوراي فيكن على فكرة تستخدموا معاها فطر لو بتحبو فيكن تستخدموا البندورة اللي صغيرة يعني اي خضرة انتو بتحبوها انا اليوم استخدمت الفليف للحمرة والخضرة والصفرة واستخدمت البندورة الطعطة لمكعبات كلهم صغار وبصل كمان مكعبات صغيرة مشان استخدمها بالشوي منه شكل ومنه طعمة طيبة ويعني شي بيرغبوا الكبار والصغار هلا متل مشايفين بشكل يعني اول شي الخضرة بعدين لصدور تجاج خضرة كمان صدور تجاج بدلوا بالخضرة كيف ما بدكن او يعني بطريقة تشكع يعني بس انا عم قلكن كيف بيطلع الشي السيخ والشيش شكله حلو ومتناسق هلا انا رح اعمل معاكن تلت سياخ والباقي رح اكمله بيني وبين حالي لازم نرجع نقفلها بالخضرة ما نترك السيخ فيه لحمة اخر شي او صدر دجاج بيمسكوا اكتر هلا هيك خلصت معي الكمية كلها ما شاء الله بركة ويعني هلا بقى رح نحطها بالفرن هلا حنجيب صينية لازم تكون اكبر من اياس اصغر من اياس السياخ الشيش عشان تعود عليها اللي سياخ بكل رياحة حنجيب وراء زبدين حطها بارضية الصينية وبعدين حنصف السياخ بقلبة اللي شكناهن على فكرة اللي ما عنده هايدي السياخ الشيش او الشوي فيكون تصفوهم بالصينية مثل ما عم صف انا بس بدون السيخ يعني خضرة صدورة دجاج خضرة صدورة دجاج هيك لتخلص معكم الصينية وهيك خلصت معي انا الصينية وهلا رح حطها على الفرن على درجة 240 على الوسط وببلش بصير بقلب فيهم كل ما حسيتهم عم يستووا بنشغل النار من فوق مثل المشايفين هلا ببلشوا يستووا معي لانه النار مشغلتها من فوق انا وبلش بقلب فيهم هلا قلبتهم انا هدا الوجه التاني ورح طالعهم هلا هيك خلصت معنا او خلص معنا الشيش وبدي حط فحمة على سلفانة وحط عليها فحمة سريعة الاشتعال وحط عليها زيتونة زيتونة اللي متوفر تتعطيني نكهة الفحم وطعمة الفحم مسكيرة مباشرة بورقة صديرة مشان ما تطلع الريحة والدخنة يعني تتعشق بقلب اللي صدورة او الشيش شي عشر دقايق او يعني سبع دقايق وبتشيلوا السلفان عنا وهلا هيك صار طبقي خالص هلا انا نقلتهم على جاط التقديم وتعرفوا يعني كالعادة منحط الخضرة منها زينة ومنها تشكيلة مع شيش الطاوق بس ملاحظة لما بتحطوا الشيش بقلب الفرن بتكون تضلوا جنبوا وتراقبوا عشان تقلبوا يعني بتوعدوا مع المراقبة يعني مشان ما يلدع او يعني شي يصير قبل شي يعني منشغل النار بس من فوق ومنبلش نقلب فيهم بس يحمروا حنحط المتوفر عنا طبعا انا عم هرجيكم هذا المخلل لخيار عملته انا بالبيت ان شاء الله رح عمله معكم بالقناة للي ما بيعرفوه طبعا هاي دي تشكيلة الخضرة كتير طيبة مع الشيش طاوق خضرتنا يعني هي بقدونس وبندورا ومخلل الخيار وليمون هدول كلها نكهات بتلبق لوجبتنا لليوم والليمون كتير بيعطيه منظر وطعمه طيبة كتير هدا مخلل اللفت كمان انا عملته ان شاء الله بنعمله معكم بالقناة وهيك صار طبعنا جاهز باذن الله متل مو شايفين طبعنا يعني جاهز والوانه كتير حلوة وريحته كتير طيبة بنصحكم تجربوا تتبيلتي هاي اللي ذكرتها معكم عن جد التغنيكن انه تشتروا من بره او تاكلوا بره او حتى يعني دوروا على طعمة الفحم بقلب مشوينا اللي بقلب البيت تتبيلة جدا رائعة بنصحكم تجربوها واذا جربتوها قولولي رأيكم فيها وهذا الخبز نحنا منحطه معاها منقول له محمرة وهلا راح دوق وبيدي اقلكن كتير كان طيب وبنصحكم تجربوه عن جد وتقولولي رأيكم فيه خصوصا انا بقولكن يعني ع التتبيلة لانه راح تطلع معكم طعم كتير ظريفة ولا تنسوني باللايك والشير وسبسكرايب ودعواتكن والسلام عليكم الليلة